ثمن الرئيس عبد الفتاح سيسي المشاركة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وخلال لقاء مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أكد الرئيس سيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم دور القطاع الخاص بما يساعد على توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري وبما يعزز من فرص الاستثمار والأفاق الواسعة التي تتيحها هذا وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي لا سيما في ضوء برنامج التعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري من جانبها أشادت جورجيفا بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التدعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية آخذا في الاعتبار الرؤية التنموية التي تسعى الدولة المصرية لانتهاجها تحت قيادة الرئيس السيسي من أجل مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري ترجمة نانسي قنقر